بالاستقبال الجيد اللي حظي بالكابتن وحمد الخطيب رئيس الناد الأهلي في نادي الزمالك بنقول إن ده فعلا بداية بداية مش بداية استمرارية مناخ جميل بين القطبين بعض الحاجات الخارجة عن إرادة المحترمين من الجانبين عكارة صف والعلاقة الفترات اللي فاتت ولكن دلوقتي عادة الأمور لما جريها منافسة رياضية على أشدها منافسة شرسة بكل يعني ما فيش أي مشكلة في شراسة المنافسة اعمل اللي انت عايزه خود اللعيبة أنا خود لعيبة بس خلاص كله بقى بيتكلم دلوقتي في منافسة محترمة داخل وخارج الملعب بكل التفاصيل النهاردة يوم أنا شايف أنه يوم مشكور ويوم تاريخي وشايف أنه بعد كمان المجلس السابق لنادي الزمالك شايف أنه حاليا نقدر نتكلم على مناخ رياضي جيد في كرة مصرية أنا من الناس اللي بتكلم دائما في الإشادة كمان بفكرة الاختيار المدرب الوطني فاحنا التدخلات اللي حصلت الفترة اللي فاتت كم من وزارة الشباب والرياضة أو من القادة السياسية بوضوح أنا شايف أن كلها تدخلات في محلها سواء في ملف الأهل والزمالك أو في ملف التدريب الحالي مصر محتاج مدرب وطني كلنا بنعول على اسم الكابتن إبراهيم وكابتن حسين